طريق غير طريقنا يلا يا بنات بعدين ايه عم المكان اللي قباه اللي انت جابنا فيه ده وانت شوية عندنا ولا ايه عم امين وبعدين ده ما هيكونش اخر تعمل بيننا فانت من هنا ورايح لازم تدلع نفسك ايه تدلع نفسك دي ايه وحتكون فاكرة من هنا اللي هدفع الحساب لا ما تخافش اي حساب واي طلبات عندي مهم جبت بقية المصلحة ايه امه ليه عشر ثلاث جينية ورق متنات يدبح رجبة الحمامة عالي جبت الترخيص جبته امه ليه اهو هادي الترخيص اهو ها هتخطبوننا بكرة زي ما اتفادنا بكرة ليه مدى ما انت حلت لابق ايه يبقى انا كمان لازم افرقهاك انا جبت الخدمة معي الله عليك الله عليك يا ابيل يا بترتب والله العظيم اتا رجل عشرة على عشرة انا طول عمر احب النظام ها وعلي بوسى كمان الف مبروك اتا رجل عشرة على 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 عشرة موسيقى موسيقى بيقوله عبط على عامة عامين في رشوة وكمان جايين يكبسوا عليها عشان يزبطوا الفلوس اللي عبطنا كلامي اللي بتقوله ده يا ديس حرام عليك يا جدا عمامينتو العمر الولاد النضيف وسمعتو زي الجنيت ده نضيف؟ مش انا اللي بقول يا سيمين الحكومة اللي بتقول ولو مش مزدقني روح اسألهم هدي اخر المشي العاوج والقبضة بالايد الشمال ده بكرة تبقى فضعتهم بجلاجل فضيحة بس ده فضيحة بريحة واللي ما شمش الخبر بكرة هيشم وريحته ومنتنا تبقى في كل مكان هحمدك يا رب ده ربنا خلصلك يا ولا طارك يا حبيبي حبيبي يا اما اطلع هياها بقى بيت انتي متقللوش ان شاء الله خير بعدين ان شاء الله هيتلع صوت افاهم وعنى مش كلنا مع بعض بس بقيت بقولك ها طا يا هيه اعتاقد اخواتي تراوحها والمرة طاضنها ومش وانا جيب لي الجاكتها انتراك لا يا أدب، أنا مش همشي من اللي لمطبين على بوك أنا مش هتسيبك يا أدب أدب، أنت بتعمل إيه هنا؟ إيه دا؟ أنت عندك حاجة أو أدب؟ لا أبدا أنا أبويا بيحققه معه في مشكلة كده بيحققه معه في إيه؟ حاجة كده يعني إن شاء الله خير طيب إيه دا، أنا كده كده دخل المأمور أديني اسمه باباك بالكامل وأنا هحاول أفهم منه إيه الموضوع أنت تعرف المأمور؟ لا دخلاله في حاجة لازم أخلصها معاه طيب والنبي علي اللي تقو في جنبي أنت عارف أنا ما عنديش وسط ولا أعرف أي حد تكلمي كده ولا تقولي له أي حاجة ما تقلقش يا دم، قلني بس اسمه باباك بالكامل إيه؟ أمينة عبدالحاي طيب إهدى واستناني هنا وأنا رجعلك على طول أنت متهم بتقاضي رشوة والتربح من خلال وظيفتك الحكومية يا سيدة أمين أنا خلبي أنا ساعة البيت أنت متصور صد وصورة وإنت بتاخد بييت المبلغ يعني القضية لفسك لفسك مفيش دعلي بينكار أخدت الرشوة ولا لأ؟ غزبنا عني يا ساعة البيت والله غزبنا عني الدنيا كانت ملطشة معايا ومش عارف عيش قلت مضطر والمضطر بيلك بالصعب مفيش أصعب من فساد الزمم والأخلاف ولا إيه يا سيدة أمين؟ عارف عارف والله يا ساعة البيت أنا كنت عايش بما يرضي الله وكافي خيري شري وراضي باللي بيبعته ربنا بس مش ذاهم أنا ترسف مكنة والمكنة كلها مصدية يعني كان لازم الصدى يطلني ساعة البيت إنت لو حطيت تفاحة بايزة جوه قفز تفاح سليم القفز كله حيبوزه يعفل شفوا مين اللي سابت تفاحة بايز جوه القفز لغاية القفز كله مباس يعني أنت معترف أنك أخدت الرشو ما تكتبش الكلام بابا عمامين حسب على كلامك قبل ما تلبس قضية تانية جر قضية الرشوة ما عندش تفرق معا يا بيه أنا خلاص رايح في ده يا رايح في ده ديس ليه عليك النبي دوروا على رأس التعبان واتعوه دوروا على الكبار بخدره ومس من قدامنا وسبونا نسأل الله فحق الرغيف حاف مش لاقيينهم دوروا عليهم خلاصوا البلد منهم عشان مغلاب اليه زي حلات نحلة يعرفوا يعيشهم والله العظيم لو ما سكدتوا دلوقتي لا رواحكم فيه سكتوا بقى يا جماعة ايه دا يا دا؟ قلبي معاك يا بطة قلبي معاك يا سامية شفت بختراع ما عرفش ماله يا هلا بتعرفيش أمي عامل إيد بقى؟ جبنا لها دكتور ان شاء الله هتبقى كويسة اتطمن يا ابني زمان أمو دا القعدة معها دلوقتي هقولولي يا عم امين عامل إيه؟ ولا حد عارف اي حاجة استرع يا رب كانوا استخد مننا في إدنا كله يا ربي ايه دا بس ايه دا ما تعمليش في نفسك كده يا بطة ايه دا ازاي بص مش عارف هللاقيها من ايه ولا من ايه؟ ايه طمنه؟ عم امين طول عمر رجل شريف وأكيد بريقه متهمين وغلط انا قلت كده برضه ابوك طول عمر رجل محترم لا يمكن اعمل كده مرزوقي ايه اللي حصل مرزوقي؟ يا ابوك لابس عضية رشوة ايه؟ يا لاوي رشوة؟ رشوة ازاي يا عم؟ رشوة ايه رشوة ايه؟ بس 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 أخذي إزاي؟ ألبس؟ ألبس؟ متلبس إزاي يا مرزوح؟ متلبس إزاي؟ آي الله أنا اخترتكن تلاتنين للمهمة دي عشان عارف كفايتكم رغم الاختلاف فأراككم بس أنا عندي إحساس إنكم في الغضية دي ممكن تكملوا بعد في مجموعة من شباب المدونات عاملين دعوة لمظاهرة يوم الخميس أنا عايزكوا ترصدوا العقول المدبرة وتعرفوا مين اللي هو وراه وإيه الأجندة بتاعتهم وده يكون في أسرع وقت أنا مش عايزكوا تختلفوا أنا عايزكوا تتحدوا عشان نوصل لهدفنا تمام سعدك تحت عمر ما عليك ايه دي يا بطف شده وتزولين شو أخلاه؟ أبو يا راح أبو يا راح يا مرزوح بس 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 بابا في أبو حرق متهم تولي جابكم بيه متتمن عليك يا أبو بنا كون فاق يا أبو فيه يا أبو إلا حصل بنا كون فاق بنا كون فاق ما تلاقش يا أبو إن شاء الله الحقه هيبانوا يعرفوا إنك مظلوم إنتا عملتش حاجة يا أبو صح خلي بالك من أمك و أقواتك كأدم إنتا دلوقت كبير بيئة يلا متهم معليش يا أبو أنا عملت كده غزبا عمي أبو أبو أدخي ألبث يا أبو أدخي 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 اشتركوا في القناة